أن تكون محاطاً في كل مكان بخطر الإصابة بفيروس قتل أن تشعر بالخوف من عدو لا تراه لكنه يدور حولك هي أسباب جديرة بأن تصيب الإنسان بحالة نفسية سيئة الأمم المتحدة حذرت من أن أزمة صحة نفسية تلح في الأفق مع تزايد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا حول العالم ما يضع ملايين البشر في حالة من العزلة والقلق إدارة الصحة العقلية بمنظمة الصحة العالمية أكدت أن الانعزال والخوف والضبابية وعدم الاستقرار الاقتصادية تسببت جميعها أو قد تكون سبباً في أزمة نفسية ورجحت الأمم المتحدة زيادة عدد الأمراض النفسية وحدتها مطالبة الحكومات بوضع هذا الأمر في صدارة ومحور خططها لمكافحة فيروس كورونا وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير لها أن هناك عدة فئات وقطاعات في المجتمع مهددة بمتاعب نفسية بما في ذلك الأطفال والشباب المعزولون عن أصدقائهم ومدارسهم حيث أكد خبراء علم النفس أن الأطفال يعانون من القلق والاكتئاب والتوتر كما أكد عاملون في الرعاية الصحية عيشوا عن قرب آلافاً من حالات الإصابة والوثاب الفيروس أنهم أو زملاء لهم أعانوا مزيجاً من الضعر والقلق والاكتئاب وسرعة الانفعال والأرق والكوابيس ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية فهناك كثيرون يشعرون بالقلق من التداعيات الصحية الفورية وتبعات العزلة فيما يخشى آخرون العدوى والموت أو فقد أحد أفراد الأسرة التقرير أضف أن الملايين يواجهون عدم استقرار اقتصادي حيث فقدوا أو يواجهون خطر فقد مصادر الدخل فيما يشعر البعض بالقلق والإحباط من المستقبل مع كثرة المعلومات الخاطئة والشائعات بشأن الجائحة والضبابية الشديدة المتعلقة بفترة استمرارها ودع التقرير إلى أهمية توفير خدمة طوارئ للصحة النفسية عبر معالجين عن بعد كتقديم الاستشارات الهاتفية للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة في القطاع الصحية والعمل على نحو استباقي مع من يعانون من الاكتئاب والقلق ومن يواجهون خطر العنف المنزلي أو الفقر الشديد ترجمة نانسي قنقر